موسيقى مرحبا أبناء الأعزاء إذن في حصة اليوم سوف نتعرف على قصة وسنحاول فهم مضمونها انطلاقا من العنوان إذن في البدايات سأكتبوا العنوان على الصفور بعد ذلك ستختارون توقعات انطلاقا من العنوان بعد ذلك سأقرأ عليهم القصة عليهم الإنسان جيدا بعد ذلك ستتأكدون من توقعاتكم إن كانت صحيحة الخاضئة بعد ذلك إن أردتم أن أقرأ عليكم مرة تانية سأقرأ ثم ستتناوبون على قراءة القصة هل فهمتم مراحل هذه الحصة؟ نعم عنوان القصة هو الخادم والأسد إذن أبنائي من يريد أن يعطيني توقعا حول أحداث القصة؟ آية أفترض أن الأسد وقع في مقزر في مقزر في ورطة فساعده الخالي ممتاز إذن صديقتكم آية تعتقد أن الأسد ماذا قلت؟ وقع في مقزق مقزق وربما ساعده الخادم وساعده الخادم ممتاز بنيتي ما الذي اقتراح آخر أو معتقد آخر؟ فرح؟ أعتقد أن الأسد سيلتهم الخادم ممتاز إذن صديقتكم فرح تعتقد أن الأسد سيلتهم الخادم ممتاز من لديه توقع آخر؟ يسمين أتوقع أن الخادم يزور الأسد من حديقة الحيوانات ممتاز إذن يسمين تعتقد أن الخادم يزور الأسد في حديقة الحيوانات ممتاز بنيتي ممتاز بنيتي ما الذي توقع آخر؟ يزور ماذا نسيت حرفه؟ ممتاز أبناء تسبيقات عليكم يزور ممتاز ممتاز من لديه توقع آخر؟ أبناء أعتقد أن الأسد يريد مساعدة الخادم ممتاز إذن أعتقد أن الأسد يريد مساعدة الخادم الأسد الأسد يساعد الخادم هل هناك توقعات أخرى؟ كوثر كوثر؟ أعتقد أن الخادم اكتسب قلب الأسد ممتاز إذن كوثر تعتقد أن ماذا؟ الخادم اكتسب قلب الأسد اكتسب قلب الأسد ممتاز أبنائي إذن الآن سأقرأ عليكم القصة وستنصتون باهتمام للتأكد إن كانت توقعاتكم صحيحة أم خاطئة إذن نأخذ القصة تمانية عشر إذن سأقرأ القصة وأطلب منكم أن تنصتوا جيداً وتضعون أصبعكم تحت كل كلمة أقرأها هل أنتم مستعدون؟ نعم يحكى أن أحد الخدم كان يتعرض لمعاملة سيئة من سيده فهرب في أحد الأيام إلى الغابة وهناك صادف أسداً يتألم بسبب شوكة مغروسة في قدمه فاقترب منه الخادم وانتزع الشوكة برفق بعد عدة أيام خرج السيد في رحلة سيد قبض على الأسد وعلى الكثير من الحيوانات كما قبض على الخادم أيضاً وعقاباً له رماه في قفص الأسد كي يلتهمه وكم كانت دهشة السيد عظيمة حين دن الأسد من الخادم وراح يلعق وجهه كأنه حيوان أليف نجى الخادم من الموت بفضل صنيعه هل فهمتم القصة؟ نعم هل تريدون أن أقرأها قراءة تانية؟ نعم نعم إذن سأعيد القراءة وأطلب منكم مرة أخرى لاستماع جيداً ووضع من يعيد؟ ماذا أضع؟ إصبع تحت أصبع من يريد أن يجيب؟ آية وضع الأصبع تحت كل أية تقرأها ما؟ الأصبع ممتاز إذن نضع الأصابعنا يحكى أن أحد الخدم كان يتعرض لمعاملة سيئة من سيده فهرب في أحد الأيام إلى الغابة وهناك صادف أسداً يتألم بسبب شوكة مغروسة في قدمه فاقترب منه الخادم وانتزع الشوكة برفق بعد حدة أيام خرج السيد في رحلة سيد قبض على الأسد وعلى الكثير من الحيوانات كما قبض على الخادم أيضاً وعقاباً له رماه في قفص الأسد كي يلتهمه وكم كانت دهشة السيد عظيمة حين دل الأسد من الخادم وراح يلعق وجهه كأنه حيوان أليف نجى الخادم من الموت بفضل صنيعه ممتاز إذن أبنائي هل قرأت بصوت مسموع؟ لا هل كان صوت واضحاً؟ لا هل أنتم وضعتم أصبعكم تحت كل كلمة أقرأها؟ لا ممتاز إذن أبنائي بعد مناقشة توقعاتكم من خلال العنوان الآن ستتناوبون على قراءة القصة ولكن قبل ذلك علي أن أذكركم بشروط القراءة الصحيحة أولاً أقرأ بصوت واضح ومسموع أقرأ بطلاقة ولا أنسى أن أضع أصبعي تحت كل كلمة أقرأها إذن من يريد أن يعيد هذه الشروط؟ هدى أولاً أقرأ بصوت واضح ومسموع ممتاز ثانياً أقرأ بطلاقة ممتاز ثالثاً أضع أصبعي تحت كل كلمة أقرأها أبدعت بنيتي إذن من يقرأ الفقرة الأولى؟ من يريد أن يقرأ الفقرة الأولى؟ ملك يحكى أن أحد الخبر كان يتعرض لمؤاملة سيئة من السيد فهرب في أحد الأيام إلى الغابة وهناك صادف أصلاً يتألم بسببك بسبب شوكة مغروسة في الخبر فاقترب منه القادم وانتدعى شوكة مغروسة ممتاز إذن كيف كانت قراءة ملك؟ بصوت مسموع وواضح ممتاز، إذن هل قرأت بصوت مسموع وواضح؟ نعم نعم لكن لم تقرأ بطلاقة ألم تقرأ بطلاقة ملك؟ قرأت بطلاقة قرأت بطلاقة قرأت بطلاقة هدى؟ وضعت أصبعها تحت كل كلمة قرأتها ممتاز، إذن من يتابع؟ خديجة؟ بعد عدة أيام قرج السيد في رحلة صيد قبض على أسد وعلى كثير من الحيوانات كما قبض على الخادم أيضا وعقاب له رماه في قبض وعقاب له ممتاز، أتميمي رماه في قبض الأسد كي يلتهمه وكم كانت تهشة السيد العظيمة حين دم الأسد أسد من الخادم وراح يلعق وجهه كأنه حيوان أليم نجى الخادم من الموت ببطل صريع إذن خديجة، اطرح الأسئلة حول شروط القراءة هل قرأت بطلاقة؟ لا، لا إذن، هل قرأت بطلاقة؟ لا، أعيدي، أتميمي هل وضعت أسبوعي تحت كل كلمة؟ إذن هل وضعت أسبوع تحت كل كلمة؟ كوتر؟ نعم، وضعت أسبوعها تحت كل كلمة قرأتها ممتاز، هل كان صوتي واضحا ومسمور؟ ممتاز، من يجيب؟ رضا؟ لا، إذن لم يكن صوتها واضحا ومسمور من يريد أن يقرأ؟ علي؟ يحكى أن أحد الخدم كان يتعرض لمعاملة سيئة من تأييده فعرف في أحد الأيام إلى الغابة وهناك صدف أسدا يتألم بسبب شوكة مهروسة في قدمه فاقترب منه الخادم وانتزع الشوكة برفق هل قرأت بصوتي مسموع ووضع؟ نعم، هل قرأت بطلاقة؟ نعم، هل وضعت أسبوع تحت كل كلمة قرأتها؟ نعم، ممتاز، أبدعت أبوني، من يقرأ؟ من يريد أن يقرأ؟ وصال؟ بعد عدة أيام، قرج السيد في رهنة الصيد، قبض على الأسد وعلى الكثير من الحيوانات كما قبض على الخادم أيضا، وعقابا له رمعه في قفص الأسد كي يلتهمه وكم كانت دهشة السيد عظيمة حين دل الأسد من الخادم وراحا يلعب وجهه كأنه حيوان أليم، نجى الخادم من الموت بفضل صنيعه ممتاز، هل قرأت قراءة؟ هل قرأت قراءة مسموعة وواضحة؟ نعم، هل قرأت بطلاقة؟ نعم، هل وضعت أسبوع تحت كل كلمة قرأتها؟ نعم، إذن تصفيقها، أبنى في علاق إذن بعد قراءة القصة، الآن سنرى إن كانت توقعاتكم توافق أحداث القصة إذن جميع توقعاتكم كانت جميلة ومنطقية إذن الآن من يقم إلى الصبورة ويقرأ توقع الأول؟ بالحاج الأسد وضع في مأزق وزاعده الخارج إذن هل هذا التوقع يتوافق مع أحداث القصة؟ نعم، نعم، ممتاز من يقم إلى الصبورة ويقرأ التوقع الثاني؟ أيمن؟ الأسد، الأسد سيبتحه الخارج ممتاز، إذن هل هذا التوقع يتوافق مع أحداث القصة؟ لا، لا، إذن هو لا يتوافق مع أحداث القصة يسرى تفضلي، بنيتي الخاتم يزور الأسد من حديقة الحيوانات ممتاز، إذن هل هذا التوقع يتوافق مع أحداث القصة؟ لا، لا إذن من يقوم ويقرأ التوقع الرابع؟ رضا؟ الأسد يسارد الخارج إذن هل هذا التوقع صحيح؟ لا، هذا التوقع ليس صحيحاً من يقرأ توقع الخامس؟ مريم؟ الخارج اكتسب قلب الأسد إذن هنا لا أقول اكتسب إذن أقول ممتاز، أقول كسب الخادم كسب قلب الأسد ممتاز، إذن هل هذا التوقع يتوافق مع أحداث القصة؟ نعم، إذن هذا التوقع يتوافق مع أحداث القصة كيف كسب الخادم قلب الأسد؟ في رأيكم كيف كسبه؟ من يجيب آية؟ كسب الخادم قلب الأسد لأنه انتزع شركة كانت مغروسة في يده، وكان يتألم بسببه؟ هل تتفقون مع آية؟ نعم، إذن صفقوا على آية، ممتاز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر